قال النائب الفني لمحافظي نينواء حسن اللهابي إن المحكمة الاتحادية نقضت تمييز قرار محكمة القضاء الإداري حول إعادة نواب محافظة نينواء السابقين نوفل العقوب إلى مناصبهم طبعا على أثر حادثة الغرق العبارة في 21-3-2019 وبناء على توصية رئيس مجلس الوزراء المقدمة لمجلس النواب العراقي صوته بتاريخ 24-3-2019 على إقالة محافظ نينواء السابق ونائبيه طبعا قدموا طعن لدى محكمة القضاء الإداري محكمة القضاء الإداري ردت الطعن بتاريخ 12-5-2019 ميزوا هذا القرار لدى المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الإدارية العليا نقضت قرار محكمة القضاء الإداري وعادته إليها للسير فيه